اهلا بكم في حلقة جديدة او الجزء التاني من وكلي نيوز على قناة عرب هاردوير انا مصطفى محمد لو خدت بالكم واحنا بنتكلم عن استاديا ما جبناش سيرة ام دي خالص في قائمة الشركات المهددة من جوجل لان الحقيقة ان فيه تعاون كبير جدا ما بين ام دي وجوجل جوجل بتقول ان كل سيرفر هتلعب عليه هيكون فيه معالج مخصوص من ام دي بتردد اتنين وسبع جيجا هرتز وستاشر جيجا رمات وكارت الشاشة مخصوص من ام دي بقوة عشرة وسبعة تيرا فلوبس وده اقوى من بلاي ستيشن فور برو واكس بوكس وان اكس مع بعض واضح جدا من اول يوم ان جوجل مش ناوية تتعاون ابدا مع ان فيديا في مجال الجيمينج خصوصا ان ان فيديا تعتبر منافس مباشر سواء في بيع كروتي الشاشة لو هنتكلم قصاد اي ام دي لمستالك العادي واللي بتنافس بكل تأكيد خدمة استيديا كفكرة او في المجال الاكبر والاهم وهو مجال السيرفرات اللي ان فيديا موجهة ليه اهتمام كبير جدا الفترة الاخيرة وده واضح في المنافسة الشديدة اللي كانت بينهم وبين انتل في الاستحواز على شركة اسرائيلية متخصصة في مجال السيرفرات اسمها م ميليونوكس بسبعة مليار دولار هيدفعوا كاش وده رقم كبير جدا اعلى من اللي انتل كانت عرضها بمليار دولار كامل نقدر نقول من دلوقتي ان الخناء المعتادة ما بين ان فيديا وام دي وانتل هتتنقل الفترة اللي جاية من لفل المستهلك العادي زي وزيك لسوق السيرفرات الاضخم اللي التعامل فيه بيكون ما بين الشركات وبعضها بعيدا عن الاند يوزر على سيرة الكلام الكتير على سرعات الفايف جي واعتماد جوجل استوديا على سرعة الفايف جي في تقديم خدمتها للجيمينج كلاود الاسبوع اللي فات حصلت حاجة مثيرة جدا للاهتمام وهي ان في واحدة من مستشفيات الصين عملت اول عملية جراحية على بني ادم باستخدام سرعات الفايف جي اللي بتقدمها واوي كتجربة اولية في الصين الحاجات اللي زي دي ما كانتش عملية زمان مع سرعات الفور جي بسبب اللي تنسي الكبير لكن في العملية التجربية دي الدكتور كان قادر انه ينفذ اللي عايز يعمله من خل الروبوت وهو بعيد عن العيان بمسافة توصل لتلات تلاف كيلو متر الموضوع ده ثوري جدا وممكن حتى يساعد بعد كده في عمليات الإغاثة في المناطق اللي فيها حالة حرب أو كارس طبيعية لو محتاج بقى تعرف تفاصيل أكتر عن الفايف جي وإزاي بيشتغل بص على المصادر أو الآية اللي بتظهر لك من هنا أو لما انفيديا بدأت جيل الارتي اكس كان واضح جدا إن موجه لفئة عالية جدا من المستقدمين بأسعار مش هيقل من 700 دولار ومعظمنا كان مستني كارت زي الارتي اكس 2060 عشان يكون الحل الوسط اللي بيرضي جميع الأطراف لكن لو لاحظتم إن الحل الوسط ده كان بتلتمية وخمسين دولار وده خلى ناس كتير جدا تستغرب إننا بنقول عليه كارت فئة متوسطة وخلى ناس أكتر تقول إن انفيديا أهملت الفئة المتوسطة مع معمارية يورينج لكن رد انفيديا مؤخرا كان بسلسلة جي تي اكس سكستين اللي نزل منها كارت زي الجي تي اكس سكستين سكستي تي اي بسعر 280 دولار ومن أيام نزل كارت جي تي اكس سكستين سكستي نانتي اي بسعر 220 دولار اللي جاي مخصوص عشان يستبدل الكارت الأكثر مبيعا من انفيديا الجي تي اكس 1060 لأنه جاي بأداء أعلى بنسبة تقدر بخمستاشر في المية تقريبا وبنفس السعر الجميل في الموضوع إن انفيديا بتقدم مع الكارت ده معادلة أداء مقابل سعر موغرية جدا لو قرناها مثلا بالمكافئ لي من المعسكر الأحمر الار اكس خمسمية وتسعين لأنه هيجي بسعر أقل وباستهداك طاقة أقل يقدر بمية واط وأداء أعلى بنسبة مش قليلة المراجعة النهائية للكارت أكيد هتنزل قريب جدا على قناتنا لكن بشكل مبدأي كده الكارت عنده بتنشى القوي جدا إن يكون الاختيار الأمثل في كروت الشاشة من الفئة المتوسطة أو من فئة البودجيت ده مش معناه إننا مسامحين انفيديا على التسمية الغريبة لكروتها مؤخرة يعني يقم 11 يقم 20 إنما ليه ب16 بجد ليه يعني انت يرأيك في تسمية كروت انفيديا الجديدة ولو انت نوي تشتري كارت جديد من الفئة المتوسطة هتشتري أنهي كارت الارتي اكس توينتي سكستي ولا الجي تي اكس سكستي سكستي تي اي ولا الجي تي اكس سكستي سكستي ولا الجي تي اكس تين سكستي هستنى أسمع رأيك تحت في التعليقات نسبنا من عالم التقنية ونروح لعالم الأكل بيرجر كينج عملت من أيام كان بين عبقرية جدا عشان تعلم على المنافسين بالطريقة وأولهم كان مكدونالدز المشكلة اللي قبل التيم الماركتينج بتاع بيرجر كينج هو الحملات الإعلانية المكسفة جدا لمكدونالدز اللي بتعملها في كل مكان سواء البيلبورز أو حتى على السوشال ميديا وكان الحل السحري في الار تكنولوجي أو تقنية الواقع المعزز الموضوع كان ببساطة إنك تقدر تفتح أبليكيشن بيرجر كينج من على موبايلك ومن خلاله تقدر تفتح الكاميرا وتعمل سكان لأي حاجة عليها لوجو مكدونالدز وتشوفها وهي بتتحرق وفي المقابل تكسب ساندويتش مجانة من بيرجر كينج موبايل ماركتينج عبقري وشبه مجاني لكن اللي امتابعنا في فوكلي نيوز عارف إن دي مش أول مرة بيرجر كينج تستغل التكنولوجيا بشكل عبقري عشان تعلم على المنافسين بتاعها فالسنان اللي فاتت مثلا كانوا عاملين كامبين بسيطة جدا إنك تفتح أبليكيشن بيرجر كينج من على موبايلك وتقف على بعض خطوات من أي فرع من فروع ماك الحركة دي بتديك برومو كود لساندويتش مجاني من بيرجر كينج الكامبيني العبقري دي السنة اللي فاتت مسألة لوحدها كانت كفيلة بزيادة عدد تحميلات أبليكيشن بيرجر كينج على الموبايل بزيادة توصل لمليون ونص مستخدم جديد بيرجر كينج اتنين ماكدونالد زيرو ومن عالم الأكل نروح لعالم الاقتصاد على طريق أمازون و سوء شركة أوبر العالمية قررت إنها تشتري منافسة تقليدي في المنطقة العربية وشارع آسيا شركة كريم وكلمة الصفقة على حسب التقارير المتدولة هتكون في حدود 3.1 مليار دولار وهتبقى فتحة خير إن شاء الله ده رقم ضخم جدا بالنسبة لستارت أف في الشرق الأوسط ما بقلوش 7 سنين تقريبا وعشان نحط الأرقام دي في السياق أمازون مسلا لما شترت سوء اشتريتها السنة اللي فاتت بحوالي 650 مليون دولار وبالتالي الرقم ده نسبيا كبير جدا على حسب التقارير برضو الخطوة دي جاية من إنه أوبر بتستعد إنها تطرح أسهمها في البورصة الفترة اللي جاية واللي يخلي أسهم أوبر تساوي حوالي 120 مليار دولار في أبريل الخبر ده فيه حاجة حلوة وحاجتين وحشين خلوها نبدأ بالحاجة الإيجابية وهي إن مجموعة من الشباب يشتغلوا على أبليكيشن ويخليه منافس قوي لشركة عالمية زي أوبر دي خطوة إيجابية جدا وبتثبت للعالم للمرة التانية أهمية الشرق الأوسط كسوق تكنولوجي كبير لازم الاهتمام بيه لكن عن ناحية التانية في بعض الناس شايفين إن كريم كان المفروض تكمل وبدل ما تندمج مع شركة أوبر تصبر وتنافس لحد ما هي نفسها تتوسع في أسواق أكتر وتستحوز على منافسين تانيين في أسواق مختلفة الحاجة الأوحش بقى واللي تهمنا إحنا كمستخدمين لأوبر وكريم إن الخطوة دي معناها إن ممكن يبقى فيه حالة من الاحتكار الفترة اللي جاية وبالتالي ممكن يكون فيه زيادة في الفير بتاع أوبر وكريم وساعتها مش هتقدر تعترض عرفونا رأيكم في التعليقات في استحواز أوبر على كريم وهل شايفين ممكن يؤثر على الأسعار ولا لأ لكن الأهم جاوبونا على السؤال ده لو أنت مع مجموعة من صحابك يوما ما عملتوا أبليكيشن والحظ لعب معكم وفكرتكم نجحت وانتشرتوا نفسة الشركات العالمية هل هتقبل بالاستحواز من شركة أكبر ولا شايف إنك تصبر على فكرتك وتكبرها وتخليها تنافس أفضل عرفونا طبعا رأيكم بتحت في التعليقات في الحلقة اللي فاتت من وكلي نيوز كنا كلمناكم عن تسريبات لمود الباتل رويال فاير ستورم من لعبة باتلفيلد فاير وفعلا التسريبات اتأكدت من أيام والمود بقى متوفر حاليا لكل اللعب التريلر كالعادة تحفة وطول ما انت بتتفرج عمال تفكر بجد كمفين الكلام ده من بدري انسى بقى جو الزون والستورم ولعب العيال ده في فاير ستورم الزون عبارة عن نار وواضح إنه هيكون فيه تركيز كبير جدا على استغلال المركبات الحربية في اللعبة ودي حاجة فريق دايس وكريتيريون شاطرين فيها جدا لكن زي ما قلت كمفين الكلام ده من بدري اي اي ودايس ضياعوا على لفسهم فرصة كبيرة جدا لما قرروا يأجلوا فاير ستورم لمدة اربع شهور بعد باتل فيلد فايل في الاربع شهور دول حصل حاجات كتير جدا فيه العاب نزلت والحاب ماتت وفورتونايت اللي كانت مسيطرة على الساحة قربت تموت وابكس ليجنز تربعت مكانها على عرش الباتل ريال ونينجا اشهر ستريمر على تويتش من اربع شهور بقى في حالة لا يحسد عليها دلوقتي كل ده حصل في الاربع شهور دول فتوقعنا بصراحة حتى لو موت فاير ستورم كان حلو جدا وزي ما الطريلر بيقول فمصيره برضو هيكون الفشل مين عنده استعداد يدفع ستين او تلاتين دولار فاحسن الاحوال عشان يجرب فاير ستورم في نفس الوقت اللي عندك بداية مجانية زي ايبكس وفورتونايت مستني اسمع رأيكم في التعليقات عن المود الجديد وهل ممكن تشتري باتلفيلد مخصوص عشان المود ده ولا هتستنى يمكن ينزل مجانا في المستقبل كنا متواجدين في فرنسا عشان نغطركم حدث اطلاق موبايل هواوي الجديد الموبايل اللي بيقرب البعيد وبيكشف المستخبي وبيشوف الضلمة وبيجلب الحبيب وجزء جديد من ابداع هواوي اللي بتقدمه في مجال الكاميرات لو مهتم تعرف اكتر عن انطبعاتنا ورأينا في الموبايل فتقدر تشوف الفيديو الكامل على قناتنا ارتك من هنا وما تنساش تعمل سابسكرايب هناك على قناتنا التانية وقول لهم انك جاي من طرفين قابل كانت عاملة مؤتمر اعلنت فيه عن كام حاجة زي قابل نيوز بلس وقابل اركيدي لكن اللي شاد انتباهنا كان الاعلان عن قابل تي في بلس او عشان منساش على بعض كده يعني نتفلكس تاع قابل قد يبدل موضوع من برا شكله حلو خصوصا ان قابل هيتعاون مع ممثلين ومخرجين من اكبر واهم الناس في هوليوود لكن الفكرة كلها ان ده يخلي اللايبيرير بتاعتك تتقسم زي بالضبط مع اللايبيرير بتاعت الجيمز بتاعتك دلوقتي مثلا مقسومة شوية على ستيم وشوية على يوبلي وشوية على اورجين وشوية على ايبك ستور وده اللي هيحصل بالضبط مع اللايبيرير الافلام والمسلسلات بتاعتك شوية حصريات على قابل تي في بلس وشوية حصريات تانية على نتفلكس فالتوه انت بقى بين الاتنين فتزهق وتكرر تريح دماغك وتنزل الأفلام والمسلسلات دي تول انت من على اي جي بيستو وخلاص الحاجة التانية بقى اللي ابل اعلنت عنها كانت ابل كارد ودي عبارة عن خدمة بتستخدم ابل بي عشان تخلي كل تعاملاتك المالية اولاين امنة ومترتبة في مكان واحد المختلف في ابل كارد عن اي كريدت كارد تانية هي الامان طبعا لكن الاهم ان مش هيكون في اي رسوم اضافية عليها وفي نفس الوقت هتدفع فوائد اهل وتاخد جوائز كاش يومية من كل معاملة بتعملها عن طريق ابل كارد اما لو انت في بلد لسه ما بتدعمش الابل بي زي مصر مثلا فابل برضو عاملة فيزيكال كريدت كارد بشكل مختلف ومن غير الارقام والمعلومات اللي بتبقى على الكريدت كارد العادية الخلاصة ان مؤتمر ابل ما كانش فيه حاجة مهمة او تحس ان ابل راحت تنافس نفس الخدمات اللي موجودة من شركات تانية بلا سبب واضح ولا اي ميزة اضافية بتقدمها خلونا نعرف رأيكم تحت في الكومنس عن مؤتمر ابل وتحديدا ابل كارد وابل تي في بلس يوم 15 مارس اللي فات لعبة زا ديفيشن 2 بقت متوفرة رسميا لكل اللاعبين على بلاي ستيشن وبي سي واكس بوكس وان بنعم رسمي للدبلاجة العربية الفصحة والترجمة العربية برضو للقوائم والنصوص فاحنا قلنا لكم رأينا عن اللعبة في فيديو المراجعة الكامل اللي تقدر تشوفه من الاي اللي ظهرت لك في الشاشة دلوقتي لكن باختصار اللي تقدر تقوله ان اللعبة تقريبا حلت كل مشاكل الجزء الاول من يوبيسوفت ويوبيسوفت اثبتت انها بتسمع كويس للكوميونيتي بتاعها اللعبة عندنا وفي معظم مواقع المراجعات خدت تقنيمات عالية جدا وده انعكس على مبيعات اللعبة اللي كانت مرضية جدا بالرغم من ان اللعبة منزلتش على ستيم وده اللي خلى يوبيسوفت تعلم بشكل رسمي ان زا ديفيشن 2 مش هتكون اخر تعاون بينها وبين ايبك ستور بالعكس اعلنوا ان في مجموعة كبيرة جدا من العابها اللي جاية هتكون حصرية على ايبك ستور برضو اعرفونا رأيكم في زا ديفيشن 2 لو لعبتوها وما تنسوش تقولونا رأيكم في التعاون ما بين يوبيسوفت وابك ستور على سيريز زا ديفيشن 2 في عرض دلوقتي من امس اي هيخليك تاخد اللعبة مجانة لو اشتريت اي شاشة توكي من امس اي العرض شغال من دلوقتي والحد 15 ابريلي اللي جاي وبييجي مع خمس موديلات من شاشات امس اي المختلفة تقدر تعرف تفاصيل اكتر من العرض ده في اللينك اللي في الديسكريبشن الحلقة اللي فاتت من ويكلي نيوز لو فاكرين كنا كلمناكم عن قطعة مظلومة من قطعة الهاردوير في كل التجميعات وهي الاس اس دي والمرة دي هنكلمكم عن قطعة تانية مظلومة برضو مع ان تأثيرها واضح جدا يعني مش محتاجين نتكلم عنها وهي الشاشة فيه ثقافة عامة كده ان اي حد بيجي يعمل تجميعها بيعمل حساب لكل حاجة في الميزانية ومعظمنا ممكن يستخدم الشاشة القديمة جدا حتى لو التجميعها جديدة مع ان فعلا الشاشة هي حرفيا الحاجة الوحيدة اللي بترجم مجهودات قطعة الهاردوير بتاعتك لقود بوت بيان للعين الشاشة ممكن في مرحلة معينة توصل لدرجة انها اهم من كارت الشاشة او بمعنى اصح هي اللي هتقدر توريك امكانيات كارت الشاشة الحقيقية وإلا فان التجربة كلها مثلا ممكن تبوز او الشاشة بتاعتك مثلا مش بتدعم تقنيات زي الفريسينك والجي سينك عشان كده الفترة جاية هتلاقونا بانكلمكم عن واحدة من الشاشات المتكملة من اسوس رو جي وهي شاشة اسوس رو جي ستريكس اكس جي 32 VQR الشاشة دي اولا كيرفت عشان تكون اريح للعين من الشاشات العادية وفي نفس الوقت حجمها 32 بوصة وبدقة عرض 1440 بي ومعدل تحديث 144 هرتز وبدعم تقنية الفريسينك 2 HDI استنوا مراجعتنا للشاشة دي قريب عندنا على القناة عارفين السؤال الوجودي اللي كلنا بنسأله دايما بتاع اشتري بي سي ولا كونسل من ضمن الاجابات النموذجية على السؤال دا دايما بنلاقي حد بيقول ان البي سي بتقدر تعمله اوبغريد في اي وقت على العكس الكونسل اللي مستحيل تعمل في اي اوبغريد الكلام دا بنسبة كبيرة صح جدا لكن احنا الاسبوع اللي فات عملنا تجربة صغيرة كده وعاوزين نشاركها معاكم التجربة كانت اننا نستغنع عن الانترنال HDD اللي بيجي مع البلايستيشن 4 والاكس بوكس 1 واستبدلناها بوحدة SSD خارجية من ترونسند وجربنا نلعب على البلايستيشن قبل وبعد ولاحظنا حاجة مثيرة للاهتمام ان ما فيش اي حاجة حصلة لكن دا كان بالنسبة للفريمان على الناحية التانية بقى لاحظنا ان البلايستيشن بقى اسرع بخمس اضعاف تقريبا في تشغيل الالعاب وتحميل شاشات الانتظار السخيفة اللي بتبقى موجودة جوه الالعاب فبدا الموضوع كان بيوصل لدقيقة وتلاتين ثانية تحميل ترونسند وصلته لحد خمسة وعشرين ثانية ممكن الفرق دا بالنسبة لك ولا حاجة لكن ما تنساش برضو ان مش بس هيديك الدفعة البسيطة دي في الاداء لأ هو هيفضل معاك مساحة تغزين خارجية هتخزن عليه الالعابك او حتى تتنقل به بدل الفلاشات والجو القديم دا خصوصا ان حجمه صغير جدا وتقدر تشيله جوا محفظتك اللي عايزين نقوله يعني ان الهاردات الاتش دي دي بقت موضة قديمة بسبب حجمها الكبير وسرعتها البطيئة واحتمالية ضياع الداتا من عليها مع الصدمات وده بيحصل في نفس الوقت اللي اسعار الاس اس دي عمالة فيه ترخص كل يوم عن التاني بشكل واضح عرفونا رأيكم تحت في التعليقات في كونسبت الاكسترنال اس اس دي هل ممكن تفكر تشتريها ولا هتفضل برضو تشتري الهاردات الاكسترنال خلونا نتناقش تحت في التعليقات وبكده تكون خلصت حلقتنا لوكلي نيوز الاسبوع ده ما تنساش تسيب لنا رأيك تحت في التعليقات وتعمل لايك لو حلقتنا عجبتك وتستنى لنا الاسبوع الجاية عشان حلقة جديدة من وكلي نيوز والتابعنا على يوتيوب فيسبوك تويتر وانستجرام واشوفكم في الحلقة الجاية الثانية اشتركوا في القناة